سجلت الحجوزات الفندقية في العقبة خلال عطلة عيد الفطر مستويات أقل من مواسم الأعيات في السنوات السابقة حيث اعتبر أصحاب فنادق هذا الموسم بأنه الأسوأ وحملوا سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المسؤولية التفاصيل في هذا التقرير لأول مرة منذ سنوات سجلت نسبة إشغال الفنادق في العقبة بمختلف تصنيفاتها 70% خلال عطلة عيد الفطر أرجعها أصحاب فنادق إلى التصريحات المسبقة لمسؤولي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأن نسبة الحجوزات وصلت إلى 90% للأسف في مشكلة حقيقية يقع فيها هذا القطاع كل عام وقبل كل مناسبة من أعياد وطنية أو من مناسبات أو إلى آخره وهي الإعلان المسبق عن نسب الحجوزات والأعداد التي ستزور مدينة العقبة هذا الإعلان المسبق للأسف يسبب إرباك أول شيء عند صاحب القرار السياحي الذي هو مكتب السياحة أو المواطن الأردني أو أي إنسان يفكر بالقدوم إلى مدينة العقبة يكون لديه إرباك شديد وعدم رغبة في القدوم إلى مدينة للأسف أنه الظاهر في الإعلانات والإعلام أنه العقبة ممتلئة تماماً 100% سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعلنت أن عدد الزوار العقبة بلغ 76 ألف سائح عبر 11917 مركبة فيما دخل العقبة عبر المطار وعبر معبر الدرة ومحطة الركاب البحرية والمعبر الجنوبي أكثر من 4522 سائحاً وراكباً هذا الرقم يعني يعتبر من الأرقام الطيبة والجيدة بلغت نسبة الإشغال الفندقي تقريباً ما بين 70 إلى 75% على كافة التصنيفات الفندقية طبعاً فالوضع السياحي خلال فترة العيد كان الأسوأ مقارنة في الأعياد الماضية من وجهة نظر أصحاب الفنادق حيث ساهمت تصريحات المسؤولين المبالغ فيها حول أعداد الزوار بعزوف الكثيرين عن زيارة المدينة الساحلية للمبيت فيها وإنما كانت مقصداً للتوجه إلى طابة وشرم الشيخ شكراً